شيدت مصر عشرات السجون منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وتتوالى تقارير الحقوقية المنددة بأوضاع المسجونين فهل مصر بحاجة بالفعل إلى مزيد من السجون؟ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري عن تشييد أكبر مجمع سجون في مصر في منطقة وادي النطرون شمال شرقي البلاد وأكد أنه سيكون مختلفا من حيث التصميم والخدمات المقدمة للمساجين نفتتح أكبر مجمع سجون واحد من ثمانية سيعملوا في مصر إن شاء الله ما هتشوفوه نحن جابين نسخة كاملة كل ما هتعمله نسخة أمريكية عاشة محترمة جدا رعاية طبية محترمة جدا رعاية إنسانية وتقافية وإصلاحية حالية جدا ما فيش حركة كتير بقى يأخذوا في عربية الترحيل ويقول دي بقى لا الأرض موجود هناك حديث الرئيس أثار بعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومد حاجة مصر لمزيد من السجون هكذا غرد بعض المصريين بهيد دين حسن وهو مدير مركز الشارقة القاهرة عفوا لدراسات حقوق الإنسان هذا يقول هذا يوضح بشكل ملموس آفاق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سجون إضافية وأكبر لعدد أكبر من المصريين الأبرياء ياسر يقول السيسي يفتتح خلال أيام أكبر مجمع سجون على النمط الأمريكي وأفاد سيادته أن المجمع الجديد يرى كافة النواحي الثقافية وصحية ورياضية والإعاشية والهيئة النفسية خبراء يتوقعون ارتفاع معدلات الجريمة لرغبة المواطنين في الالتحاق بين مجمع السجون الجديد أم عثمان تقول الله يوفاك يا ريس اضرب بيد من حديد مصر ستستقر كل يوم أكثر وأكثر قبل تصريحات السيسي تغير اسم قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل أنشئ في عام 2011 خمسة وثلاثون سجنا جديدا ليصل إجمالي عدد السجون إلى ثمانية وسبعين تقارير حقوقية مصرية سابقة قدرت أن عدد السجناء السياسيين وصل إلى ستين ألف سجين أوضاع حقوق الإنسان في مصر دفعت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن لتعليق جزء من المساعدة العسكرية التي وصل حجمها منذ السنة المالية لألفين وستة عشر وصل حجمها إلى واحد فاصل ثلاثة مليار دولار سنويا ثلاثمائة مليون دولار من بين تلك المساعدات وضع الكونغرس شروطا خاصة بحقوق الإنسان في مصر لصرفها وهو ما تغاضت عنه الإدارات الأمريكية السابقة لكن إدارة بايدن قررت تعليق مائة وثلاثين مليون دولار وصرف فقط مائة وسبعين مليون دولار من هذه الشريحة مع باقي المبلغ مائة وسبعون مليون دولار تقارير إعلامية تقول إن تعليق جزء من المساعدات العسكرية مشروط بإنهاء مصر ملاحقة جماعات ونشطاء لحقوق الإنسان وتحقيقات معهم في القضية المعروفة باسم القضية مائة وثلاثة وسبعين أو ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي وإسقاط التهم وليل إفراج عن ستة عشر شخصا أثارت شفارة الأمريكية في القاهرة قضيتهم مع الحكومة المصرية في يونيو حزيران الماضي القضية مائة وثلاثة وسبعين طالت مديري عددا من المنظمات الحقوقية وغير الحقوقية من بينها المبادرة المصرية لحقوق شخصية وأيضا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمعهد المصري الديمقراطي وغيرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال سنوافق على تقديم المساعدات إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة متعلقة بحقوق الإنسان مصر شريك مهم للولايات المتحدة لسيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة قلقة من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان الرئيس السيسي نفى وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة